السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم افضل المحتوى كليا على القناة لذا يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد مشروع ملعب الميناء الاولمبي استمرار الاعمال في ملعب الميناء الاولمبي الذي يتسع لثلاثون الف متفرج حيث ان العمل مستمر في كافة الفقرات وصلت نسب الانجاز الى 98% من المقدر افتتاح الملعب خلال شهرين او شهر يعتبر الملعب واجة رئيسية لبطولة كأس الخليج المقدر اقامتها في العراق في بداية العام المقبل وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال زار بصحبة محافظ البصرة اسعد العيداني مدينة البصرة وذلك للاطلاع على جاهزية المنشآت التي ستحتضن بطولة خليجي 25 مطلع العام المقبل وتفقد درجال ملعب جذع النخلة بالمدينة الرياضية الذي يتسع لأكثر من 65 الف متفرج وملعب الفيحاء الذي يتسع لنحو 10 الاف متفرج وكذلك ملعب الميناء الاولمبي ساعة 30 الف متفرج كما تمت زيارة الشقق الفندقية المخصصة للضيوف القادمين لحضور بطولة خليجي 25 اشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نهاية Lean ونشر ترجمة نانسي قنقر